السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأحد 25 شباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج العذراء القمر اليوم موجود زي ما حكينا في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 229 دقيقة من عصر يوم الاثنين اللي هو يوم الغد لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزان القمر الآن موجود في منزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 1220 دقيقة من ظهر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر بما أنه موجود في برج العذراء فالآن منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء بنظام غذائي أو ممارسة تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس في هاي الفترة نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي لأنه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر أهم شيء أنه بالفترة هاي تحذروا من الوهم والوسواس لأنه كثير بسيطر على الأشخاص أفضل وقت للتخلص من عدد سيئة هو هذا الوقت اللي هي مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكن أيضا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبرضو تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة أربعة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبات غريبة وبتسبب لنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا وبرضو بيزيد عنا بالفترة هاي الرغبة بالأكل بصير فيه إفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسبب لنا اضطرابات صحية أما دوليا فهي بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير كما إنه الميزان التجاري بيعرف نوع من أنواع العجز وخصوصا في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية للمنتوجات ومع هيك ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة خمسة وثلاث دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزي والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية لأنه ما زالت مراحل حتى لو انحصار القمر البدر إلا أنه بتظل إلو آثار جانبية لآخر أيام يعني اليوم وبكرة فعشان هيك العمليات الجراحية ما بنصح فيها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأكثر حساسية واللي لازم إنه نهتم فيها بشكل كبير إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي نراجع الطبيب ولكن إنه عمليات جراحية بس إذا كانت اضطرارية بالنسبة لعمليات التجميل أيضا نفس الشيء ما بننصح فيها في مراحل اكتمال القمر وخصوصا الجراحية منها مناسب للأمور اللي تتعلق بالحقن مثلا ما زال الوقت لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يعني نصبر لبكرة لا يصير مناسب وخصوصا بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم بيكون ساعة سبعة وخمس وثلاثين دقيقة من صباح يوم الاثنين ستة وعشرين اثنين وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وتسعة وعشرين دقيقة عصرا لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ستة عشر يوم في تمام الساعة أربعة وستة وعشرين دقيقة بعد العصر بيصير سبعت عشر يوم نسبة الإضاءة ثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد الآن بنسبة عشرة في المية أما في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في العذرة حتى يوم ستة وعشرين اثنين سعيد الآن بنسبة عشرة في المية ساعات الصباح سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية ساعات الظهر سعيدة بنسبة خمسة عش في المية عطارد في الحوت حتى يوم 10-3 منتحس بنسبة 25% الآن ساعات المساء منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 50% الآن في ساعات المساء منتحس بنسبة 75% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتكن تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعروا بالإرهاق أو التعب بسبب كثرة الأعباء أو بسبب كثرة الإنشغالات حاول تنظم أعمالك بشكل جيد وحاول إنك ما تنشغل بعملين مع بعض ركز عشان ما تتراكم الأعمال عندك وما تهمل الواجبات حاذر من التبذير وممكن اليوم تعالج بعض المسائل المالية وتجد حلول للفواتير المتوجبة عليك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم طبعا اليوم ممكن تمارسوا هواية أو أمور تتعلق بالاهتمام بالذات أو بالأبناء حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباع عنكم اثبت للمشككين قدراتك وما تستسلم للضغوط قبل التحقيق الانجاز فعشان هيك بدك تجتهد اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شيء أنك تهدع من روعك وتوقف عن التفكير الشوي لأنه اليوم أي أمر ممكن يستفزك بعمل مشاكل ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل بليونة تامة الأجواء على المستوى العائلي بدها شوية اهتمام منك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار رح تكثر عندكم التنقلات والاتصالات والحوارات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو أخذ دورة مثلا أو للقيام برحلة أهم إشي أنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فضل ويبتعد عن التحديات لأجواء جيدة حتى للتواصل أو لإقناع الغير بأسلوبك وبطريقتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هاي الفرصة عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن برضو بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي اليوم أو فوتير أو دفعات لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما بتبذر أموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطة جديدة دعا من مكانتكم الاجتماعية وممكن تحسم اليوم أمورك وتقرر على شيء جديد بتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك يعني بداية مرحلة جديدة ممكن تعود فيها اللي فات وبرضه بيحمل لك اليوم خبر صار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وبيتطلب منكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول أنك تعمل بشكل روتيني بتعيش في دوام من الكآب أو الإحباط هاي فترة تعتبر فترة إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتضة وابحث عن الهدوء والسكينة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك هذا الأمر خوض تجربة اجتماعية أو تجربة مهمة أو شيء جديد يعني يتعلق بعلاقاتك الاجتماعية وتتاح لك فرصة غربلت ومعرفة الصديق من العدو حاول أنك تظهر انفتاح واهتمام يعني عزز علاقاتك الاجتماعية اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصاحل بمصالحهم وبإمكانكم أنك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مكان عملكم ابتتلقى عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم فحاول أنك تكون عند حسن الظن اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وما تجازف بأي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك حاذروا أيضا من التصرع لأنه فترة برضو تجلب الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا اليوم في مجال الاتصالات والسفريات والدراسة الجامعية والامتحانات كلها أجواء إيجابية دعم لإلكم بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف أجواء جيدة حاول أنك تستثمرها حتى مع الأمور العاطفية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتعيدوا اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب يعني من أمور تتعلق بالأموال المشتركة مال زوج، زوجة، بنك، ضريبة، تأمين ولكن بدك تخففه من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية أو هموم صحية وعائلية وباستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أهم شيء أن الفترة هاي حاولوا قدر الإمكان تضبط عصابكم أثناء التعامل مع شركاء العاطفة وهم الأزواج زوجاتكم وأزواجكم لأن الفترة هاي الحساسية عالية جدا وبرضو بتكون تحاذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محلوا لأي كان ممكن تواجه خلال هاي الأيام خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم أهم شيء أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء